تحية طيبة مشاهدين الكرام في كل مكان وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي للمشاركة والتواصل لرقام الهواتف التي تظهر مع بحضراتكم أسفل الشاشة اما هي الاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي فاصلوا ونواصل ونبدأ مشاهدين الكرام كالمعتاد مع القمر يكون القمر في برج العدراء الترابي حتى الساعة الثامنة ودقيقة واحدة من صباح الاثنين ليدخل بعد ذلك برج الميزان الهوائي ويظل فيه حتى الساعة الخامسة إلا دقيقة واحدة من مساء الأربعاء ثم ينتقل إلى برج العقرب المائي ويمكث فيه حتى الساعة الرابعة وسبع دقائق من فجر السبت ليدخل برج القوس الناري ويبقى فيه حتى الساعة الرابعة وثلاثة وثلاثين دقيقة من مساء الاثنين هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى صباح الاثنين في برج العدراء الترابي من صباح الاثنين وحتى مساء الاربعاء في برج الميزان الهوائي من مساء الاربعاء وحتى فجر السبت في برج العقرب المائي من فجر السبت وحتى مساء الاثنين من الأسبوع المقبل في برج القوس الناري أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية المعينة مع أحد الكواكب تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية يوم الاثنين من الساعة السادسة ودقيقتين اثنين صباحا وحتى الساعة الثامنة ودقيقة واحدة صباحا يوم الاربعاء من الساعة الثالثة وسبع وشرين دقيقة مساءا وحتى الساعة الخامسة إلا دقيقة واحدة مساءا يوم الجمعة من الساعة الرابعة واثنين واربعين دقيقة فجرا وحتى الساعة الرابعة وسبع دقائق من فجر يوم السبت يوم الاثنين من الساعة الرابعة وعشر دقائق مساءا وحتى الساعة الرابعة وثلاثة وثلاثين دقيقة مساءا مشاهدين الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستجرام البرج العالي ننتقل لأول مكالمة هاتفية نشوفها الخطأ له السلام عليكم عليكم السلام هلبيت أنا هدى من بغداد أهلا وسلام هدى عشقد مواليدك قريد العسل على تاريخ 15 سنة 205 جاي من ثمانية الصباح للعشرة يعني من ثمانية ونصف صباح للعشرة أوكي شنو سؤالك أريد من الخارطة أريد شو دراستي يتفوق بيه دقيقة هو المفروض أوكي كونه من مواليد برج العدراء هذا يكون بشكل عام يتميز بالذكاء يعني من ناحية الدكاء أوكي من الخارطة مات كل جزاكي نعم مفروض يعني هذا يوصل لشي اللي يريده يوصل لك يعني وأكثر من النوع الشغلة تبدكها أوكي يعني شو المجال يشتغل بيه إن شاء الله مستقبلا ويتفوق بيه إذا هو يريد يشتغل في مثلا هندسة الكهرباء الإلكترونيات هاي الأشياء ينجح بجمع ثروة أكثر يعني أوكي إذا مثلا ما كمانع إنه يشتغل بغير الشغلة بشكل عام بس المجال اللي ينجح بيه بجمع ثروة يعني أمورها تكون المادية أوكي أكثر يعني حصل مكاسب مالية أكثر هي هو مجال الاختراعات الهندسة الكهربائية الإلكترونية هذه الأمور كل شيء أوكي إليه أو مجال العقارات إذن خارطة إيجابية يعني بيه الشيخ مميز يعني لولو سلبية يعني بيه الشيء الزيني بما أنه أنت ما متأكده من الساعة تقريبا نقدر نقول عليها إن شاء الله إيجابية لأن أنا سويتها بالتسعة إذا بالتسعة يكون عنده مشاكل بالأطفال إذا ورى التسعة فوضع يكون أوكي إيجابي ما عنده مشكلة آآ وصحتي ما عنده أي شيء ما عنده مشكلة من ناحية الصحة طبيعي إن شاء الله أي شيء ما عنده محلو بالصارة يعني ما عنده أي شيء لا إن شاء الله لا تفكرين متصحة مر لا لا أي شيء مو زين ما عنده مو بس الصحة الله يخليك تستميل من دوقتك أنا ما خذيك يا ساحة خلافة لا يسلمك ناخد التسعة الهاتف آخر ألو؟ ألو نعم تفضلي ألو؟ تفضلي أنا أمينة من الجزائر أهلا وسهلا أمينة كم تاريخ ميلادك؟ أه أمينة من وجزائر أهلا س 검ير هل س Bernie أمينة من الجزائر قد بساعة شغلة أمينة من الجزائر تفضل ههلا لديه ضعوبة في الزواج في العمل في الصحة في السفر من ناحية الزواج إي نعم عندك مشاكل قد يكون عندك انفصال أو طراق هذا السبب هو وجود عندك كوكب ورانا في البيت السابع فأنت معرضة لا سمح الله لمشاكل في الزواج بشكل عام أو هذا من جانب السلبي الجانب الإيجابي قد تزوجين من شخص غير اعتيادي يعني قد يكون من مركز الاجتماعي أو طبيعته هو كإنسان غير شكل يعني يكون إنسان مميز من باقي الناس البشر العاديين بشكل عام من ناحية السفر ما عندك مشكلة بشكل خاص كان عندكم صعوبات أنتم ماليد برج الحمل في مجال السفر والدراسة الجامعية هذا الشيء ما زال حاليا جدا يعني عندكم ضغط في هذا المجال بعد 23 ديسمبر وصاعدا يكون الوضع طبيعي إذا تحبين السافرين أو كده يكون الأمور أسهل إن شاء الله أو يعني أو ميسر الفرص يكون أكثر إن شاء الله بدي أعرف من الخارطة هالذي الفرصة عيش خارج الوطن من الخارطة نعم من الخارطة من الخارطة لا ما عندك هذا المؤشر ما عندك نفس الوقت ما عندك شي عطل لا يعني طبيعي حسب رغبتك حسب رغبتك نعم نعم وبين نسبة للعمل العمل كيف العمل عندك فرصة حلوة تكون بعد 23 ديسمبر لغاية 19 يناير آنذاك تكون فرصة أنتم مواليد برج الحمل من ناحية العمل بعدها خلال السنوات الثلاثة المقبلة حيكون أصعب شيء لمواليد برج الحمل هو جانب العمل يعني اللي يعملون يعني في مجال العمل قد يكون يعني يشوفون صعوبات من رؤساءهم ما يحصلون على التقدير اللي هما يستحقوا فيتوجب عليكم أن تنتبهون الفترة المثالية مثل ما ذكرت لج من 23 ديسمبر أو من 25 ديسمبر خلي نقول أحسن لغاية 19 يناير هاي الفترة المثالية الأقرب والأمثل خلال عام 2018 لمواليد برج الحمل من ناحية العمل مشاهدين الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستجرام البرج العالي في هذه الزاوية مشاهدينا نتابع من خلالها أسرار وخفايا بعض الشخصيات السياسية والرياضية والفنية في المجتمع نبحث في التفاصيل ونحاول أن نميطل لثام عن الغامض والمجهول في أعماق تلك الشخصيات مما تبوح به أحيانا وتكتمه أحيانا أخرى لا نمتلك في كل ذلك شيئا سوى الأبراج وما تقوله في السر والعلم مما قد يدخل في حسنطان أحيانا ويبحر في أعماق اليقين أحيانا أخرى دون مكترات بشيء وفي كل هذا ليس لنا رأي المهم فقط هو كشف المستور من الغاطس في أعماق النفس الإنسانية لتلك الشخصية والأمر من قبل ومن بعد لله تعالى فهو العلم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم شخصيتنا لهذا اليوم الفنان العربي ماجد المهندس هو من مواليد برج العقرب يلبس الخجل كستار لمنع الآخرين من كشف من اكتشاف رغبته الملحة في الوصول للكمال في كل شيء ولديه قدرة على تحليل الأمور والتدقيق فيها يكره الفوضى والمفاجآت نشيط في عمله لكنه منتقد لكل صغيرة وكبيرة متعاون مع الآخرين لديه مواقف مناشدة واستغاثة من أجل المجموع شديد الحساسية وإلى درجة معينة مراوه ولحد ما غامض صاحب مبدأ ومثالي حول موضوعي الحب والزواج لكنه مغلق المشاعر نحو الوالدين قد يجد منافع خفية من الزواج أو أي شراكة أخرى قوي العزيمة مع رغبة بالسلطة والتي غالبا ما يستخدمها للسيطرة على الآخرين حساس ويحافظ على الأسرار بإمكانه أرضاء رغباته من خلال التصميم وقدرة التحمل على أكمال ما بدأ به وإنه من النوع الغامض يدير جهوده باتجاه واعد من أجل جذب الأموال له ومع ذلك فإنه من أنصار التبجج بالثرى أكثر من انشغاله في الثرى فعلا يبدد أمواله بطريقة غير حكيمة يستمتع بحياة سعيدة وموفورة الصحة وعادات حميدة لديه ميزات عملية في طموحاته المهنية مما يؤدي إلى نجاحه في المهنة يحظى بمساندة أفراد العائلة له في طموحاته المهنية مما يؤدي إلى حصوله على حياة عائلية سعيدة يأخذ الأمور على محمل الجد دائما بحيث يبدو للآخرين وكأنه شخص بارد جدا يحاول أن يتخلص من خجله وشعوره بعدم الأمان من خلال وضع آمال طموحة أمام أنظاره والتي بعدها يبدأ بالعمل بجد واجتهاد من أجل تحقيقها تتركز نشاطاته على الصحة والمنزل لا يوجد ما هو أكثر أهمية بالنسبة له من الحياة العائلية السعيدة دائما يحاول أن يحسن أن يحسن من محيط المنزل أما من خلال الانتقال منه بحكمة أو من خلال تغيير الديكور لدكاء حبه للسيطرة على العائلة والأصدقاء يجعلهم لا يستطيعون التصرف معه بسهولة تعد أفكاره خاصة خاصة أفوان لدرجة أنه يبقيها سرية حتى على نفسه بإمكانه اختراق نوايا الآخرين من أجل أن يعرف حجم المواضيع التي يخوضها وبعدها يروي المسألة كما هي بدون أن يعمل حسابا لأحد ينجذب إلى الأعمال التي تعتمد على موهبة الكلام التي يمتلكها وكذلك للأعمال الكتابية التي تحتاج إلى قلم بارع يعرف كيف يحصل على المال برسم خطط محكمة بحيث تدخله إلى عالم الأعمال لديه صوت جميل أو حنجرة ذهبية وقلم فضي حيث بإمكانه النجاح ماديا والحصول على المال من صوته أو من خلال الكتابة يهتم اهتماما عميقا برغباته العاطفية أما صفة الغيرة التي يمتلكها فهي تدفعه نحو مبدأ الحصول على كل شيء أو لا شيء على الإطلاق تتركز نشاطاته في الحصول على الثروة والتي ينفقها على مقتنيات زغرفية وفنية وليس غريبا على شخص مثله أن ينفق أكثر من طاقته يبدد طاقته على نشاطات مختلفة أغلبها لأغراض إنسانية يحتاج إلى الحرية لمتابعة أي هدف يظهر أمامه لديه طموح كبير للنجاح يوجه الكثير من الطاقة نحو اهتماماته المهنية وإنه مستعد العمل في سبيل تحقيق تلك الأهداف كريم فوق العادة مع كل من يقابله بحيث يبحث عفواً دائماً عن فلسفة ناجحة تقوده في هذه الحياة يستمتع بمشاركة أفكاره مع الآخرين محظوظ بصورة عامة ويتمتع بشعبية كبيرة لطالما واجهته الصعوبات إذ يجب أن يعمل ويتعب ليحصل على أي شيء يريده بإمكانه تحويل أهدافه المثالية إلى أعمال تجارية مدرة للأرباح وعادة من خلال المجال الفني يملك شعوراً بالمسؤولية ويحب العمل بالأمور المعقدة والتي تشكل تحدياً لذكائه يأخذ الأمور بجدية عالية وقد يكون أحياناً أكثر من اللازم بحثه على النجاح يعتمد على التخطيط المحافظ على القيم المقاومة للتغيير ويتكل على أرضية صلبة في تجاربه أو خبراته السابقة أكثر من اعتماده أو رهانه على المهارات غير المجربة للدوافع أو النزوات المحفوفة بالمخاطر لديه المغدرة على تحمل الكثير من الصعوبات بسبب تصميمه على النجاح وهذا هو عادة ما يفعله إنسان جذاب وساحر ويصبح أحياناً إنساناً ممزقاً بسبب حاجته إلى تجربة أساليب جديدة في الحياة يستمتع بالفنون ولديه حدث قوي لتوقع حدوث الأشياء وهذه وعمضات خارقة للطبيعة يجب يحب أن يلعب دور الفارس الأوحد ولكن دائماً بعصبية وعدم استقرار مولع بابتكار أفكار جديدة واستهلال آراء غير مطروقة سابقاً وخاصة إذا كانت في مجال المركز الاجتماعي متمكناً جداً في عمله خاصة في مجال اختصاصه مشاهدين الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك إنستجرام البرج العالي وعودة للمكالمات الهاتفية ألو؟ السلام عليكم عليكم السلام معك أعزاب لو سمحت عن زوجي وعني عن العاطفة طب بالخريطة اتنين واحد ألف تسعمائة ثمانين اتنين وعشرين ستة ألف تسعمائة تسع وسبعين الفجر عن العاطفة بسمعك من التلفزيون السمعين يعني العاطفة قزتش العلاقة بين هادا التاريخين؟ ايه عن الزواج وصفة عامة قوة الله شكرا هلاو بيجا ثان واحد ألف تسعمائة وثمانين وثان وعشرين ستة ألف تسعمائة وتسعة وسبعين ثرور العلاقة جيدة جدا إذا كانت الرغبة فعلا صادقة ومتبادلة بين الطرفين علاقة تعتبر تعد علاقة جيدة جدا أو فوق الجيدة جدا نقدر أقول عليها ممتازة من البرج ومن وضعيات الكواكب لدى الطرفين نأخذ اتصال هاتفي آخر ألو ألو نعم ألو مرحبا السلام مرحبا سلام السلام السلام الموالد واحد أربعة لحساة مئة وتسين السعبية السعبية السباح ساعة ستة صلح تقريبا شنو سوالتش أريد تعرف الحرب على الهجرة اللي يجوء هذا الشهر شونويا هذا الشهر مزين ورا نهاية الشهر يعني من نهاية الشهر العفو وصاعدا يكون وضعك أحسن إن شاء الله بشكل خاص لأن أنتوا أصعب شيئتكم مجال الهجرة والسفر خلال السنوات الماضية فإن شاء الله من نهاية الشهر هذا وصاعدا يكون عندكم فرصة خاصة العشر أيام الأولى من بداية السنة الجديدة وعموما 2018 كلها تكون أفضل لكم بوجه خاص في مجال الهجرة إن شاء الله يكون ما عندكم هذا التعطيل اللي كان عندكم خلال السنوات هذه والسنتين الماضية كان عندكم كوكب زحل في البيت التاسع المسؤول عن الهجرة هذا اللي كان يسوي لكم صعوبات في مجال الهجرة والسفر والدراسة الجامعية أيضا فمن نهاية السنة من عشرين بالشهر رح يطلع وكوكب عطال رح يعود إلى الحركة الأمامية يوم 23 فإن شاء الله من نهاية السنة مثل ما قلتتش تكون أفضل إن شاء الله بس تطلع وما تطلع يعني من يوم 23-12 وغاني سوعدة ورها إيه يكون أسهل حاليا بها خربطة أريد أعرف 23-12 وغاني سوعدة سعب إيش؟ والله الآن ما أعرف سعب إيش نزيد هذا عنده فرص أقوى من ناحية الهجرة هذا مواليد برج الحوت أحسن شيء له مواليد برج الحوت أو أكثر الأبراج المستفيدين في مجال الهجرة والسفر والدراسة الجامعية والأكاديمية اللي يكمل دراسات عليا إلى آخره هم مواليد برج الحوت حاليا ويستمر هذا الشيء وياهم لغاية 8-11-2018 فالمجال مفتوح قد موج يعني مناسبة؟ عفو أستاذ هذا الشهر له هذا الشهر شوية بيخربط للكل بغض النظر عن البرج اللي احنا ننتمي له يعني كل الأبراج كون حاليا كوكوب عطارد بحالة تراجع فالفترة غير إيجابية للسفر اللي مضطر ليسافر لازم يتوقع بعض التأخير أو التعطيل إلى آخره بس يعني على طول السنة هو المجال مفتوح دهم إن شاء الله إن شاء الله يعني عنده فرص كلش قوية يعني هذا أوكي إن شاء الله خير بس شوقت معرف أوكي ناخذ اتصال هاتفي آخر ألو ألو نعم فضلي أريد مسأل عن برج أخي كم تاريخ الميلاد؟ 14-1982 14-82 أي ساعة؟ ثانية وعشرين دقيقة ليلة ثانية وعشرين دقيقة ليلة أوكي بوين بأي بلد؟ من الجزائف أوكي لاحظة واحدة أريد أن أعرف الطابع طيب وضعيت الكواكب إذا كان عنده شيء إيجابي أو سلبي في خارجهم لأنه تعبان جدا إذا شوف تشاهد هو من مواريد برج القوس أوكي وتطالع الميزان زين؟ من ناحية الخارطة ما عنده شيء تعبان بصراحة أبداً هذا عايش بعيد عن بياكم؟ بعيد لو معاكم بالبيت؟ لا معنا أوكي هذا احتمال يعيش بعيد عليكم وهذا من النوع يعني أنا شوف خارطة كل لز يعني جداً إيجابية ما بها شيء ما حلوبة تاتاً وهذه السنة من الخارطة ماتة من الآن لغاية الثامن من نوفمبر من عام 2018 تكون عنده سنة مميزة وأيضاً تكملها سنة 2019 يعني هذه السنة 2018 المقبلة و 2019 تكون إلا جيدة جداً في شتى مجالات الحياة من الخارطة ومن برجة وما عنده أي شيء محلو بالعكس خارطة جداً جداً حلوة بصراحة بالعكس هو تعبان جداً من ناحية الصحية من ناحية الأمل سكن الزواج من ناحية الأمر ما عنده شيء يعني أوكي كأبراج ما عنده مشكلة إن شاء الله من ناحية الصحة حالياً وضعهم إيجابي على اعتبار أنه الشمس في برجهم أوكي كعمل بشكل عام إذا كان مجال الخدمة يعني مضيفة أو كان يعمل شغل حر ما عنده مشكلة من ناحية الصحية وضعه طبيعي البيت السادس من الخارطة فارغ من كبرجة كقوس ما عنده مشكلة فوضعه أطمئنني ما عنده شيء إن شاء الله يدول القلق أبداً مجرد يمكن شيء عابر يكون وإن شاء الله لا يهتم ولا يقلق حول هاي الأمور يعني هو أنا حسب ما عنده أشوفه خارطة أفضل بكثير من الناس اللي يمرون عليها أوكي 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 ممكن أسرى الضوء ثاني شيء مختصر تفلّي يا التوافق كم أه 所以呢 1988 Angular 6 89 89 أوكي 17 1988 nine uch ثمانين سباطة السبعة الف وتسعمية وثيانة وثمانين جوزا العلاقة الجيدة إذا كانت الرغبة فعلا صادقة ومتبادلة بين الطرفين وحصل زواج إن شاء الله ناخد اتصال الهاتف آخر له مونيرة من الززائر مونيرة تفضلي مونيرة مواليد تباورج من خمسة سبعة وستين شنو السؤالة شأتي من مواليد برج الجوزاء يمكن موجود على ساعة تامينة مسائل أوكي شنو السؤالك ساعة أخبرت أنا مدجوز دمرسین وعندي بنتي شنو السؤالك يودا كانت ساعة حقيقة بعضا ساعة تامينة مسائل سبعة وشرين خمسة ألف وتسعمية وسبعة ستدين ثامينة مسائل اي نعم صح انا متجوزة مرسين ولبنتين انا بدي هل على عني عني الشغل والاستغر في التجارة اوكي الاموري محرمي مزينة يعني السنة هادي مزينة حاليا حاليا الفترة حاليا غير ايجابية لكل مواليد الابراج هادي الفترة السلبية تستمر لغاية 23 ديسمبر بعدها على طول السنة وضعش من ناحية التجارة يكون طبيعي عندك الفترة المثالية من 19 يناير لغاية 10 شباط فبراير انا ذاك تكون عندك الفترة المثالية بخصوص هذا المجال بشكل خاص واكتفي بهذا الرد واشكر اذا مشاهدين الكرام للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستجرام البرج العالي نصل بكم الآن مشاهدين إلى أبرز المجالات التي تشغل كل مننا حسب برجه ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل حاولوا انجاز ما هو ضروري وعاجل من عملكم وانتبهوا إلى صحتكم من صباح الاثنين ترغبون في التعاون مع الشركاء الفترة مناسبة للقيام بعمل يتطلب تعاونا من طرف آخر من مساء الأربعاء بيوسك ومدخال تعديل على شونكم المالية المشتركة من فجر السبت كونوا أكثر صبرا ووعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة مواليد برج الثوري بحث عن قاسم مشترك أجمعكم بأحبائكم من صباح الاثنين انتبهوا أكثر إلى صحتكم خاصة أن العمل سيتراكم لديكم انتبهوا لواجباتكم الغذائية من مساء الأربعاء ينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم من فجر السبت تنهمكون في عادة تنظيم أموركم المالية ذات الصلة بشراكة ادخلوا التعديل المطلوب على ميزان يدكم انتبهوا جيدا إلى صحتكم أو صحة قريبة لكم مواليد برج الجوزاء تنشغلون في تنظيم أموركم البيتية والعائلية تجنبوا أي تغيير جذري على مسكنكم من صباح الاثنين تزاد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم لا تبالغوا في تجربة حظكم من مساء الأربعاء تراكم العمل لديكم لكنكم تنجحون في إنجاز الكثير منه انتبهوا إلى صحتكم من فجر السبت ينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم كونوا أكثر صبرا معهم لا سيما شريك العمر مواليد برج السرطان تنشطون في سفر واتصال بعيد ومنكم من يخرج في رحلة قصيرة توقعوا بعض التعطيل من يتقدم لامتحان أو مقابلة يجب أن يستعد جيدا من صباح الاثنين تفضلون التركيز على مصالحكم البيتية والعائلية من مساء الأربعاء ترغبون في تعزيز العلاقة مع الحبيب المنشود الفترة مناسبة لممارسة نشاط فني أو أدبي من فجر السبت انتبهوا جيدا إلى صحتكم من يشعر بعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج الأسد تنشغلون في ضبط ميزانيتكم امتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة مهمة كشراء حاجة تمينة من صباح الاثنين تكون لديكم عدة اتصالات أو سفريات قصيرة وتعامل مع أخ أو جار توقعوا بعض التأخير من مساء البيعاء تحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم من فجر السبت ترغبون في التقرب من أحبايكم والبحث عن قاسم مشترك أجمعكم بهم مواليد برج العدراء أنتم ممتلئون نشاطا وحيوية وقادرون على مواجهة مشاغلكم ومع ذلك لا تبادروا إلى عمل جديد بل واصلوا عملا شرعتم به من قبل من الصباح الاثنين تتاح الفرصة لمكسب مالي يكون على الأغلب من عمل إضافي من مساء الأربعاء تكثر لديكم من اتصالات والتنقلات ومنكم من يخرج في رحلة قصيرة كونوا حذرين على الطرقات من فجر السبت ينصب اهتمامكم حول ضبط مصالحكم البيتية والعقارية تجنبوا القيام بأي خطوة في هذا المجال مواليد برج الميزان تشعرون بتراجع في الصحة اخلدوا إلى الراحة واضبطوا عصابكم أثناء التعامل مع الغير ابتداء من صباح الاثنين تستايدون نشاطكم المفقود وتنجحون في السيطرة على زمام الأمور والدفع بمصالحكم من مساء الأربعاء الفرصة متاحة للحصول على مال يدخل تحسينا على ميزانيتكم من فجر السبت كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة داخل المدن وابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم مواليد برج العقرب تنشطون اجتماعين وتلتقون الأصدقاء من صباح الاثنين تجتازون بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وعصابكم انتبهوا إلى جدول غذائكم واخذوا قصة كافية من الراحة ابتداء من مساء الأربعاء تكونون أكثر نشاطا وتنجحون في السيطرة على الوضع من فجر السبت ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم واحرصوا على مالكم من الضياء والسرقة مواليد برج القوس حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وواصلوا عملا قمتم به قبل ولا تبادروا إلى عمل جديد أو مشروع جديد من صباح الاثنين تلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم ومنكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة من مساء الأربعاء تتراجع صحتكم ابتداء من فجر السبت تبدأون فترة أفضل تشعرون خلالها بالحيوية والنشاط وتدفعون بمصالحكم رغم العراقين الجديد تنشطون في سفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر حذرا على الطرقات وتوقعوا بعض التأخير من صباح الاثنين ينصب اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ومركزكم الاجتماعي من مساء الأربعاء تنشطون اجتماعيا من فجر السبت تشتازون فترة غير مريحة صحيا ومن يشعر بعراض غير اتيادية يجب أن لا يهمل في الفحص والعلاج كونوا أكثر صبرا وحكمة أثناء تصريف أمركم اليوم مواليد برج الدلو ادخلوا التعديل المطلوب على ميزانيتكم وتجنبوا أي خطوة مالية جديدة تبعد من صباح الاثنين يكون لديكم اتصال بعيد أو تخرجون في رحلة إلى مكان بعيد من يتقدم الامتحان يجب أن يستعد جيدا من مساء الأربعاء تأثبتوا جدارتكم للمسؤولين في مجال العمل وحافظوا على سماتكم من فجر السبت تنشطون اجتماعيا كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع الأصدقاء ولا تعتمدوا كثيرا عليهم أخيرا مواليد برج الحوت يتركز اهتمامكم حول البحث عن قاسم مشترك جمعكم بالشركاء لا سيما شريك العاطفة من صباح الاثنين تنشغلون في إدخال تعديل على شؤونكم المالية والفرصة المتاحة لمكسب مالي له صلاة بشراكة أو تعويض أو برنامج الدخار من صباح الاربعاء تنشطون في سفر أو اتصال بعيد كونوا أكثر حذرا في سفركم وتوقعوا بعض التأخير من فجر السبت تنصب جهودكم نحو عملكم ومصالحكم الاجتماعية انتبهوا إلى سمعتكم وعلاقتكم بالمسؤولين لا تدفعوا بمصالحكم عنوة مشاهدين الكرام كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجي والله أعلم للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والانستجرام البرج العالي إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم ألتقيكم بإذن الله يوم الأربع المقبل إلى ذلك الحين سأدكم الله تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البيت من تلفزيون شرقيا مع السلام